أكيد بتمنى لكل الناس اللي عم بيقضوا وقت جميل برفقة عائلاتهم ويقضوا وقت جميل في عيد الميلاد المجيد بنعيد عليهم نتمنى لهم يوم سعيد دافئ كمان في هاي الأجواء وبالتأكيد بيتلحم هلا فيها أجواء خاصة نتمنى لكل يكون بستمتع في هذا اليوم أما هلا رح ننتقل ونحكي عن موضوع بهم الكتير مننا عن الحيوانات الأليفة هي باتت جزء من حياة كتير من الناس نبقيها بالمنزل عنا لحتى تصير كمان هم جزء من العائلة نوعا ما هم بيكونوا خاصة الأطفال بتعودوا عليهم اليوم رح نحكي عن أكتر كيف ممكن نعتني فيهم الأمراض اللي ممكن تصيبهم وكيف كمان الوقاية منهم بسعيدنا نتحدث عن هذا الموضوع أكتر برفقة الطبيب البيطري الدكتور هشام يوسف الله يصبحك بالخير أهلا بك بصور أني أنا أتحدث في هذا الموضوع لأنه صار كتير من الناس يرابوا في بيوتهم وبرضو خارج البيت يعني حيوانات أليفة بالدرجة الأولى مثل الكلاب والقطط كتير هلا أكيد كمان من المشاهدين اللي عم بحضلونا هم عندهم حيوانات أليفة جوة البيوت خاصة بيكونوا عادة الكلاب أو القطط نعم كيف منقدر نحكي لهم يعتنوا فيهم بطريقة مثالية هلا خلينا نحكي في الأمراض اللي يأخذوا فكرة عنها في البداية في أمراض مهمة جدا لازم يعني صاحب الكلاب أو القطط يكون عارف عنها حتى يتقي للوقاية من هذه الأمراض لازم أنه يرابوا يطعم الكلاب اللي عنده القطط أول شيء أهم شيء هو ده الكلاب أو السعار هذا المرض أنتقل من الحيوان إلى الإنسان إذا كان حصل عض من حيوان مصاب فإذن إحنا لازم نطعم الكلاب اللي عندنا إذا كان في داخل البيت أو في خارج البيت ضد هذا المرض الشيء الثاني من الأمراض اللي لازم كمان إحنا نعرفها ده الفطريات لازم دائما أنه ننتبه للحيوانات اللي عندنا في البيت إذا طرأ أي شيء على جسمها تغيير مثل الشعر إذا في أماكن نقدر نشوفه يعني نقدر نشوفه بالعين المجردة أماكن خالية من الشعر هذه الأماكن بالدرجة الأولى من نلاقيها على الرأس والإذنين في القطط هذه كما أن الأمراض هذه الفطريات ممكن أن تنتقل إلى الإنسان وخاصة الأطفال لأن الطفل بحب يضلوا يعبطوا يبلوا يلعب مع القطط وإذا بتكونوا عندهم بالبيت ممكن تنام قريبة منهم يعني آه طبعا صحيح الآن بالنسبة للفطريات فلازم يكون صاحب القط أو الكلب يكون عنده طبيب بيطري يتعامل معه فوراً يعرضوا على الطبيب البيطري مش أن يعالجه الآن من الأمراض المهمة الثانية اللي هو مرض توكسوبلازمة اللي هو داء القطط هذا المرض بسبب في الحيوانات إجهاض وبالدرجة الأولى هو يصيب القطط بأدي إلى ضعف في القط وبعدين بيبطل يوكل بعدين بيصير إجهاض في القطة يعني إذا بنحس في تغيير بحركته ونشاطه عادة ممكن يكون عنده نعم النشاط بقلة لأنه هو مريض القط بقوة هلا للأسف المرض توكسوبلازمة ما إلهش يعني لقاح تطعيم خاص لكن لما حكينا عن داء الكلب إله لقاح أنا راح نيجي على شو العناية والوقاية في نهاية الموضوع المرض توكسوبلازمة هذا يعني تأثيره على الإنسان بيجي إذا كانت امرأة حامل خاصة في أول حامل قد يؤدي إلى إجهاض ما بيصير أنه إحنا نأخذ قط من البستان أو من الشارع أو من جنب الحاوي ونحطه جواة البيت نؤدن ربي لأنه إفرازاته إفرازات الطفيل هذا هذا الطفيل توكسوبلازمة طفيل وحيد الخلية يتم إفرازه وبتلوث المحيط المحيط الموجود في القط فبتلوث إداني الإنسان منه خاصة الأطفال اللي بيلعبوا عليه هاي كمان مهمة للأهل ينتبهوا عليها يعني خاصة إنه طبع وهلأ كمان من أشياء المهمة الطفيلات الخارجية اللي بيكون على أو بتيجي على الحيوان مثل القراد والبراغيت والجرب وهذه تنتقل إلى الإنسان مسبب له إزعاج يعني لما تيجي قرادة أو بروت على إنسان حتى ما بعرفش نام من البضلة لأرصو طبعا طبعا من الطفليات كمان المهمة جدا اللي هي دودة شريطية تعيش في أمعاء الكلاب خاصة الكلاب الضالي آكلة الجيف دكتور هاي الأمراض اللي عم نحكي عنها هي إذا كانت الحيوانات جوة موجودة طول وقت بداخل البيت ممكن كمان تصيب الحيوان حتى لو ما كان عم بطلع برا يعني لازم يكون فيه خوف من الناس اللي بتربي حيوانات إنها ممكن هاي الأمراض تصيبهم حتى لو كانوا بطلوا جوة لبيوت لا جوة البيت هذا الحيواني بيكون أكل جيف برا احنا ممكن نجيبه وجوز نحطه جوة البيت يعني بالغلط نربي يعني نلاقيه برا نشفق عليه ويصير جوة البيت بس قصدي إذا الحيوان كنا نطعمينه يعني عشان نطمن الناس إنه إذا الحيوان كنا نطعمينه وماخدين كل هاي الاحتياطات بتكون نسبة الإصابة بالأمراض أقل طبعا لما نيجي نحكي على موضوع التغذي يعني كيف نتعامل معها كيف نطعمها ما من ما منطعمها أي أكل يعني هلأ رح نحكي على الموضوع كمان شوي بعدين في من الأمراض المسببة للحساسية خاصة بالأطفال هو شعر البط أو الكلب صحيح بتصير الطفل يحوك جسمه أو يعطس نتيجة هذه من الأمراض اللي تنتقل من الحيوانات الأليفة الداخل البيت إلى الإنسان طب لو حكينا عن موضوع الوقاية خاصة أنه موضوع مهم نعم ليش بتنصح المشاهدين الوقاية هلأ احنا حكينا أول إشي وأهم مرض في وهو هذا المرض موجود عندنا وهو دائل كلب أول مرض احنا حكينا دائل كلب هو موجود عندنا في فلسطين عشان هيك بنشدد وبنقول للإخوان اللي بربوا القطة والكلام يجب مش أن نقولهم أنه من الأفضل لا يجب أن يطاعم القطة أو الكلب ضد الكلام وهذا الطعم بيكون على عمر 3 إلى 4 شهور ومرة في السنة من هيك إحنا بنكون هذا المرض يعني اخلصنا منه واطمننا أنه إذا الطفل بلعب مع الكلب تابعنا وهذا أنه الكلب مطعم في هلأ نحكي بس كلمتين على أعراض ضائل كلب عرض ضائل كلب في الحيوان هو بيصير شرس مش أن صاحب القط أو صاحب الكلب يكون عارف تغير سلوك الحيوان بيصير شرس طلع زبد من تمه ويبطل يأكل ويخاف من المي حتى ما بيشرب هاي كمان مؤشرات هذه من أعراض الإصابة بالضائل كلب ودائل كلب ما بيجي إلا نتيجة عض يعني إحنا مش نقول أنه الكلب في البيت ما بيطلع بره بس بجوز يأخده يمشي في الشارع ويقوم كلب من بره يعضه فبنقله دائل كلب ونحمله ونجيبه على البيت وهي أعراض ممكن تظهر اللي منقدر من خلالها نعرف أنه عنده مصاب بدائل كلب العراض اللي اللي حكيناها عن اللي بتصيب الحيوانات هي اللي أنا ذكرتها هلأ التطعيم هو الوقاية الرئيسية من هذا المرض بعدين بيجي عندنا لقاحات أخرى من طعم الكلاب فيها ومن طعم القطط هي أمراض يعني تصيب القطط والكلاب فقط فيحنا هذه المحافظة على سلامة الحيوان اللي موجود عندنا في داخل البيت أو خارج البيت هلأ وكمان يجب إعطاء شرب الدود طاردة للديدان المعوية كل ستة أشهر شرب الدود نعطيها للحيوان بيظل صحته جيدة بيظله نظيف يعني ما بنتشوش منه من أي الطفيل موجود فيه داخليا أو خارجيا طب دكتور نفرض هلأ أنه فيه مشاهدين عم بيحضرونا اللي عندهم هم حيوانات وسواء انكلاب أو قطط داخل المنزل بدنا نسمع منك نصائح بتحكي لهم إياهم بما يتعلق نسمعنا عن الأمراض الممكن تصيبهم صار عندهم معرفة في إيش الأمراض الممكن تصيبهم ولكن إيش النصائح اللي أنت بتحكي لها للمشاهدين إذا عنده كلب إيش لازم يعمل قلنا عن تطعيم ده الكلب هو جدا مهم حكينا عن إنه فيه أعراض ممكن تكون حكينا عنها ذكرنا كيف ممكن إذا تعب الحيوان بس إيش بتنسحهم يعملوا يتوجهوا للطبيب للويطري إيش ممكن يعطوهم أغذية الأول شي لازم يكون كل إنسان عنده حيوان في البيت يكون يتعامل مع طبيب بيطري حتى يرجع له في أي ضرورة هلأ نحكي على موضوع العناية أولا يجب أن نحصل على الحيوان الأليف المصدر معروف مش من الشارع نجيبه ونحطه جوات البيت الثاني إشي غسل الحيوان بالشامبول مناسب لتنظيفه حتى تظله نظيفه وريحته طيبه صحيح استعمال المبيدات اللازمة مشان للطفاليات الخارجية أحسن تيج عليه أو إذا كانت موجودة عليه مشان تروح بالنسبة للتغذية يجب أن الطعام الكلاب والقطط الغذاء يكون مطبوخ مش أنه يكون ني يعيني نعم يعني بدهم عناية منيحة نعم طبعا وبعدين قص الشعر الزائد في الحيوان وقص الأضافر وفي ناس بيفرشوا أسنانهم ومشان يضلوا أسنانهم ومن ضاف بس أصل الشعر ممكن لأنه كمان الشعر ممكن يؤدي لكتير أمراض فأصل الشعر كمان هاي النقطة كتير مهمة في ناس بنبسطوا كل ما طول شعره ولكن هو ممكن يكون بنقل أمراض وعدوى يعني للأطفال بالتحديد صحيح يعني الدرجة الأولى هي الأكتر شيء بدك للأطفال الفطريات اللي خاصة من الكطط يعني نحنا بنلاحظ كتير من الناس بروح بشتري كط وبيجيبوا على البيت أو يعني ما بتفقدوا مبارا طلعش عليه خلص بيحمل كط وبيجيبوا فيه زي ما حكينا أعراض ببقى ببين على الجل فأنا ما بجيبه وما بشتريه صحيح يعني من الأشغالات الأساسية هادي دكتور حشام يوسف أنت طبيب بيطري وأنا متأكدة كمان أنه كتير من المشاهدين اللي بيمتلكوا حيوانات استفادوا من نصائحك وكمان ممكن تكون شجعنا أشخاص تانين يمتلكوا حيوانات أليفة بنشهلك على نصائحك وعوجودك معنا بهذا النهار والدنيا شوتا كتير لازم ندفي حالك هلا وانت طالعوني مشاهدنا خليكم معنا راجعين نستكمل فقراتنا اشتركوا في القناة